لا خطر على حياة اللاجئين السوريين في حال عودتهم من لبنان إلى بلادهم ولن يصيبهم أي أذن على يد ميليشيا أسد وتقارير وتحذيرات المنظمات الحقوقية والدولية عارا عن الصحة وزير الخارجية اللبناني عبدالله أبو حبيب يقول إنه حصل من بشار أسد ووزير خارجية حكومته فيصل المقداد على تطمينات بشأن سلامة السوريين في حال عودتهم بو حبيب لم يكتفي بالحديث عن التطمينات بل إن الأمر وصل به لحد الحديث عن موجود أكثر من أربعين قانونا في سوريا لضمان عدم معاقبة اللاجئين السوريين فور عودتهم حتى أولئك المعارضين والمشقين عن ميليشيا أسد بأي شكل من الأشكال بحسب ما أبلغه المجرم بشار أسد ووزير خارجيته وكأن سوريا بلد ديمقراطي ولا يحكمه إلا سلطة القانون لا سلطة الملشات التي اعتقلت مئات العائدين من لبنان ولا يزال أكثر من 150 ألف سوري في عداد المفقودين في سجون زعيم إصابة المخدرات تصريحة بوحبيب الجديدة لم تخلو من النفس العنصري حيث اعتبر أن الوجود السوري في بلاده اقتصادي وليس سياسيا معيدا العزف على سيمفونية تأثيرهم على اقتصاد لبنان المتهاوي مشيرا إلى أنه لا توجد خارطة طريق واضحة عن مصيرهم المستقبلي رابطا بينهم وبين اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يزالون في لبنان منذ أكثر من 75 عاما على حد قوله مزعم ابو حبيب تأتي عقب منشدة اللاجئين السوريين في لبنان لمنع ترحيلهم والتأكيد على أن ذلك يعني تسليمهم للموت وأنهم يعيشون في جو من القلق والخوف عقب حملات ترحيل منظمة ضدهم في الآوينة الأخيرة وتحذيرهم من ازدياد وطيرتها بعد حضور المجرم بشار أسد إلى القمة العربية في مدينة جدة السعودية قبل أيام واللي داخل على سوريا في الوقت مفؤود يعني لدينا تقاليم من 2011 من الهلا ما نعرف عنه شيء ترجمة نانسي قنقر